صباح الخير على الحركة فن صباح الخير يا سيدة أسماء أهلا بيكي وأهلا بزملاء العمل في الستوديو وأهلا بزملاء اللي موجودين بيشرفيني هنا تحية لحضرتك وتحية لكل المشاهدين في كل مكان أهلا بحركة سيادة اللواء وكل سنة وحارتك طيب مرتين مرة بمناسبة رمضان رمضان كريم كل سنة وحركة طيب وبألف صحة وخير وكل سنة وحركة طيب ومناسبة أيضا العبور العظيم وذكرى العاشر من رمضان وحارتك يعني الحياة بتشرف أنك تكون معانا من أبطالنا أبطال العبور وأبطال حرب أكتوبر طيب نضيف لهم كمان احتفالات عيدة الأممان اللي كانت من يومين يا رب يجعل كل أيامك وانتصارات واحتفالات يا أهلا مصر وكل الدنيا يجيلها الخير من كل مكان في البداية دايما بيهميني أبعد برقية لكل شهداء مصر عبر الحصور من 48 لحد يوم الخميس بقول لهم إحنا عارفين أنتوا قدمتم أرواحكم ليه وقدمتوا سبتوا أساركوا وعائلاتكوا وروحتوا قابلتوا رب كريم ليه والأمان اللي أنتوا رحتوا عشانها إحنا صينانها ما نقدرش نفرد فيها هنبدل نحافظ عليها جيل وراجيل مش جيل أكتوبر بس لا كل الأجيال بما فيها الجيل الحالي الشباب الحالي إلا أنا عارف قيمته وعارف إزاي هراحنا عنه في المرحلة القادمة أما بنتكلم في العشن من رمضان يبقى نقول أنه فات 48 سنة على انصارات أكتوبر هما ابتدنا الحرب كات 1393 النهاردة 1441 دول 38 سنة هجرية يوازو 36 سنة و7 شهور ميلادية يعني إن شاء الله في أكتوبر القادم اللي بكى مننا 37 سنة ده عشان فرق الشهور العربي الهجري من الميلادية الحقيقة تذكر التاريخ ده 47 كده ست لواء ولا أنا المفتعة لا يفن هما هيكملوا 47 في أكتوبر القادم يبقوا 47 سنة ميلادية إنما هجرية هما 38 سنة السنة دي 38 سنة حرب كتال رمضان 1393 النهاردة 1441 طيب نرجع نقول إيه اللي عملوا المصريين والمشاكل اللي كانت بتواجههم وهل لسه نفس المشاكل بتواجههم ولا في نوعية أخرى من مشاكل على نفس رؤعة الأرض محور حياتنا بقالنا من سنة 56 حول هذه الأرض الرقعة من الأرض اللي بتسمى سيناء هي لها بالنسبة لنا قيمة وشكل ومنفعة وبالنسبة للأطراف الأخرى اللي بتسعى لتغيير هويتها لكي لا تكون مصرية شكل آخر وفوائد أخرى أنا بالنسبة لي أنا ماضي عليها وماضي وصل أمانا رب العزة قلت فيه يا رب العزة أنا مسؤول عن هذه الأرض مش أنا ناجي شهود أنت أسماء ماضي على هذا الوصل كل من هو مصري يحمل رقم قاوم مصري ماضي على وصل أمانا رب العزة الأرض اللي أنت ذكرتها بطرق صريحة وبتلميح وتصريح الأرض اللي اخترتها من دون الكرة الأرضية كلها عشان تتجلى فيها الأرض اللي اتربى فيها الأنبية وتولد فيها الأنبية ومروا عليها الأنبية واحتوت أنبية وأمنت أنبية هذه الأرض احنا نعلم قيمتها من هذا المنطلق احنا حريسين على هذه الأرض وكل شبري فيك يا مصر مسؤولية في رقبة كل إنسان مصري الستة قبل الراجل والشاب قبل الكهل احنا مصريين ودايما بقول ابن مصر في ثلاث نقاط محدش يقرب منه فيهم لا تقرب من ديني ولا عردي ولا أردي التلاثة دول خطوط حمراء عند ابن مصر محدش يقترب منه فيها أبدا طيب أرجع للعاشر من رمضان وإيه اللي خلاكوا تحاربوا في رمضان يعني السنة فيها 12 شهر طب ليه اخترتوا رمضان الحقيقة احنا ما كانش مخطط الأفضل كان شهر رمضان يعني ما كانش عفوا سيادة يعني ما كانش من المخطط أنه يكون في البداية في شهر رمضان ما كانش شهر رمضان هو شهر الأفضل لا يفن آه تمام لا أنا هقول لك الحسابات حسابنا عشان المصريين ست سنين الأرض راحت والمصريين زي ما قلتلك ما ينفعش متر شبر مش متر شبر يروح منهم بيفكروا في الأرض اللي راحت من سنة الستين ألف كيلومتر بربع اللي راحه سنة سبعة وستين والمصريين كانوا يعلموا في هذا التوقيت أن وجود إسرائيل موجود مش مؤقت ده وجود دائم مرتبط بثقافة وفكر إسرائيل في توسيح حدود الدولة الكلام ده اللي قاله على الفكرة ديفيد بنجوريون أول ما أنشأت إسرائيل وسألوه فين حدود إسرائيل عشان نعرف دستور ما عملتهوش الدستور إسرائيل ما تعملش لحد النهاردة من 72 سنة طب الحدود الجملة دايما بقولها في لقاءاتي عشان المصريين يستوابوها قال ستنشأ في المستقبل ظروف وعلى ضوء هذه الظروف سيتم توسيح حدود الدولة وإذا لم تنشأ هذه الظروف تلقائيا علينا أن نصنحها بأنفسنا عشان كده ما بأسأل في مرات عديدة هل مصر هلجهزة تدخل حرب بقول له محدش هيفرض على مصر قرارها محدش هيسحب مصر إلى منزلق هي مش عايزها عشان كده أما انزلقنا في 67 واتخلقت المبرارات لإسرائيل لما اكتحت هذه الأرض فهي اكتحتها بلا عودة دي كانت تاني مرة أول مرة 56 تاني مرة 67 فيه بعد كده أربع مرات لو فيه وقت آخر اللقاء أبقى أقولهم لك أسماء